تعالي السلطان مستنيك انجزي يلا رحت معي واول ما وصلنا رح رميني على الارض اقعودي بقى ضربة في ايدك يا مصر الكلب انت انت عارفة لولا ان السلطان امر باني ننسي بك عيشة كان زماني مخلص عليك دلوقتي ومش بس كده لا كنت هقطعك وعلى كل جبل فيك يا مملكة هتلاقي حتة منك لا والله يما خفت 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 مكسور احترم نفسك وعرف انت بتتكلم مع مين ده انا شهر زاد يا اخوي ما تسكتي بقى رفتينا ده انت حتة بيت حكوتية بتحكي للسلطان حكاية واول ما هتخلصيها هنخلص عليك في ساعتها لا تخافه ولكن احذره انت فكر انها مجرد حكاية بحكيها تبقى غابي دي ورها اسرار وحكايات كتير قوي انت ذات نفسك مش هتعرفها الى لما يدوب التلج ويباني المرج وساعتها يا مصرور انا احطم كل الحسون وسلطانه هيبه شخص مغمور وكل المملكة هتكون ناس يقسمه وهو ايه و ايه هيكون ومصرور كان لسه هتكلم ويرد علي لقيت شهره يرجي مصرور اقمرهم بقتل الدك اللي بيأزن كل سوية ده انا مساعدة حد يقتع علي حكايتي احكي وقولي يا شهره زاد اضحفيني تمام يا مولاي بما انك عايز تعرف ايه اخرة الحكاية دي فانا هقولك بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأيي الرشيد ان ابطالنا لما حصل لهم اللي حصل ده كنت قاعدة وعملها صوت وفجأة ظهر نورين جايين علينا وحوطونا ايه اللي بيحصل ده ما تخافيش يا حبيبة ماما احنا هنا مساعدتكم غمضوا عنكم بس ما تقلقوش انا ورين ميسيت نقيد بعض وغمضنا عنينا وفدلنا على الحال ده يجي خمس دقايق لغاية ما ظهر صوت هكتور انت كويسة يا رانا ايوانا كويسة انت جيت هنا ازاي انا اللي جبتهم سريع الفضيع بيحل اي مشكلة في الوقت المزبوط وخلي بالكم بقى انتم ما بقاش فضلكم كتير ما تقولي يا ريم ايه اللي حصل واختفيت وروحتوا فين احنا عملين نلف عليكم بقالنا كتير احنا للأسف كنا بندور على غزالة علشان خطر رانا غيرتها كانت عميها وعازت شوف مين هي غزالة وطهنوا قابلنا ناس وستات غريب وكنا هندخل في اخناق لولا مساعدت ماما سريع انت عملت كل ده يا رانا واضحة جدا الغيرك هتعاميها عملا ما ياخدك يا بعيد انا ما كنتش غيرانة ولا حاجة عادي يعني بس فضول ولا اكتر ولا اقل ضحكت عليها وقلتلها اه ما هو واضح جدا انه هو فضول ولا اكتر ولا اقل خلاص يا جماعة كفاية اكسوف لها يلا انت بيع سرنا المملكة علشان نخلص من الحكاية دي ميشينا وكل شوية هبتر يبص علي ويدحك انا شايفك انت بتضحك علي ودمك مش خفيف خالص على فكرة يا اله الا الله هو انا يا بنتي كلمتك وبعدين ما اتحك برحتي اللي ما يخلينيش اتحك وانا ما حتى انظره بناك كلها بتموت فيا وغيرانة علي متتقدم مين دول مين اللي غيرانين عليك انت يا رانا واضح قوي وما تقولش لأ علشان مش اكسيفك اكتر من كده ادقيت اوي من كلامه وضربت برجلي في الارض بغز وكنت نسه هتكلم بس فجأة ومرة واحدة الارض اترفعت بيا ولقت نفسي فوق جبل كبير اوي يا لهو الحقوني الحقوني ايه ده ايه اللي بيحصل ده الحقين يا ريم ايه ده يانهار مش فايت رانا انا وهكتر كنا وقفين ومصدومين من اللي حصل انا بايت وقفة فوق اعمال عيق ومش عارف اعمل ايه لازم ننجع على سريع في الوقت ده لازم هو اللي هيعرف ازاي احنا هنتصرف وهنعمل ايه خير خير واجعتولي راستي في ايه ده انتو لسه طلبين مني مساعدة احتقتوني بسرعة كده انا شايف انكم دخيني على طمع وده شيء مش حلو خالص روّعنا يا عمي سريع وما تحسسناش ان انت جابد وفظيع انجز يلا وقل لنا ننقذ البلوة اللي فوق دي ازاي هي البت دي دايما متوعف في مشاكل على طول ابوس رجلك المارنبة انقذني انا بقيت متنطورة فوق كده وشكلي مش حلو خلص وخايفة كمان انت كده بتعيره ولا بتزمي يا بتانتي بتي في عينك حتة ارنبنت ما تخلصونا بقى انتو نويين تفضلت نقرب بعد كده كده كتير لا انا اخول ايه دايق ومش هستحمل خلاص يا ستكات كوتا في ايه انتو بالصلاة عن النبي شاكب راكب كده انتو ما تحتاجوا مزيد خروج وبعدها زيت سمسيم وبعدها زيت لوز بس مر مش حلو الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك هو انت بتحضر وصفة تطول الشعر انا عايزة انزل من الجبل ده هو ده اللي هيخلي الجبل ينزل بيكي هتقب الوصفة دي عليه بعد ما تخلطها في بعض وساعتها الهنم هتنزل للارض بس يا ريت ما تبقاش تدب كده كل شوية مش عالم ابوه هو يلا انا همشي بقى علشان الارنب امراتي في الانتظار هننفذها انتو لسه بتتشاهروا يلا بينا نروح ندوره على الحاجات دي لا 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 بلا عليكو استدنوا خلي حد يقعد معايا يا هيكتور قعد معايا الله يخليك يا هيكتور وهم ما يروحوا يدوروا على الحاجة ويجبوها بس ما تسبنيش لوحدي انني خائفة خالص جدا خليك قعد مع النون يا هيكتور يا حبيب الباما ملكش دعوة يا لنتا طيب هو شاكله عايز يقعد يلا احنا بينا يا هارون يلا بينا يا قلب هارون والشرياني القورت بتاعه والسمنة والحطة الحلوة اللي فيه عجبك وانا متنطورة فوق كده معالش بقى ما انت برضو لازم تتحكمي في رجلك شوية مش تدب في الارض وانت عارفة ان العنم ده غريب ومخيف يوه ما انا دبتها من غيزي من غيرتك قصدك لا طبعا انا انا ما غيرتش خالص على فكرة يا بيت انت بتتكلمي بجد وانا كده المفروض اصدق اه طبعا المفروض تصدق يعني هغير عليك ليه ان شاء الله يعني معجبة مغربة انا بقى مش عايزة اللي هو والكلام ده بقى انا اعجب بك انت لا لا خالص ليه يعني ان شاء الله من قلة الرجالة ولا حاجة انا بجد مش عارفة العلم بتاعكو ده ايه بالزبط علم غريب بس كده لا والله ده على اساس اني مش عارفة ومش ملاحظة معلش بكرة تتعودي وتكسبي مناعة ده على اساس اني هقعد هنا كتير هو اول ما سوف بابا وانقزه هنرجع ارضنا تاني ايه يعني مفيش اي حاجة مثلا هتخليك حابة انك تكملي هنا حاجة حاجة زي ايه يعني حاجة حلوة ووسيمة طلب عرض تهز الارض راجل جامد جمودة زي ما بيقوله هو فين ده الله لقد قصفت جبهة اللي جابوك يا هارون هو انت جاي هنا ليه عصفور انت اخصى عليك يا هارون وانا اللي جاي اساعدك بعد مسارين ما قال لي الحكاية ده انا عصفورة اللي كنت بتموت فيها وتقولي يا ملسان محمر في الشربة هي احلى من التقلية انت كنت ماشي معا دي وبتعكسها لا والله انا بس كنت يعني بكراش عليها اصلا فتانة وبتنقل كل حاجة اه فتانة طب انت عارفة بقى ان هو في العالم بتاعكم نزلولي اغنية اوالله نزلولي اغنية باسمي اللي هي بتقول دي عصفورة بتنقل الكلام دي مش رجولة مالكش في البرين اللي خد دي كولة هي بتقول ايه دي يا هارون عصفورة انت جاي دلوقتي تساعديني ولا ترغي لأ يا اخويا جاي اساعد يلا مدي ورايا وفضلنا ماشين وراها وبعد فترة ويفت وقت لنا اهي هي دي شجرة الخروع طب ايه هنطف منها واحدة لا خليك انا اللي هاخد منها واحدة وفعلا اطفت منها ورقة وروحنا عند بقية الاشجار اللي مطلوبة واخدنا من كل شجرة ورقة بتاعتها طب تمام قوي اللي نايز دلوقتي اننا نخلطهم مع بعض عشان نطلع الزيت منهم دي مهمت انا بقى طيب هتعملي ايه اكيد مفيش هنا هاند بلندر هده ايه كاتش في هندر دي يا ابني هاند بلندر المهم يعني عايزة حجرتنا على بعض وانا عارف اتصرف يلا انجز بقى اسمه ولد بحرف الشين عارف ولا لأ لا بصراحة مش عارف غلب حماري سهلة خالص شريف كده كام كام انا مية وانت سفر انت ظلم على فكرة وانا مش هكمل معاك ولا هلعب تاني ليه وانا كنت عملت اي يعني انت اللي مش بتعرف تلعب جايبالي لعبة متاعت اهل الارض وعايزة انا فص فيها انا لعبت بقى واللي حصل حصل فمش هتجيبلي لعب من اللي اعمزت نفسها تقبل بقى الهزيمة وانت ساكن رانا ما تتكلمش احسن علشان انا بدأت الدايل والله بها زي ما تحب انا قلت سل الوقت احسن ما احنا قاعدين كده ما بنعملش اي حاجة طب هسألك سؤال ماشي ايش جيني حبيتي قبل كده ايوه طبعا حبيت ماما واخت ريم وخالت وام ريم يا ظريفة ما قصدش الحب ده انا قصد الحب التاني بتاع رمي وزليت قص وليلة عنطر وعبلة سيد تنحو عبير بولة الحاجات دي يعني لا ما هو احنا اصلا ما عدناش كده ماما وخالتو كانو بيحكوا لينا بس عن قصص عادية ومجلات بيجيبوها لينا ونتفرج على الناس اللي شبهنا لكن اكتر من كده كان ممنوع وما ينفعش انا عليكو يا بنتي ده انتو كنت في حظر صحي كورنتينا ده ولا ايه طب وانت يا دنجوان علمك غزالة وحمارة وشايف حاجات كتير كده بتتقال ايه شكلك بقى بتحب كتير بحبي ايه بس ده كل عدود تاني وانت يا قلبي وحديني لا والله مش باين يعني المظاهر خدعي يا انصرانة ده انا طالعين امي كده موت وباين واضح عليكو كسم بالله هو بعدين اقولك انا اصلا مش عايز اعرف خالص ولا عندي اي زرد في ودول نهائي ان انا عرف اصلا وبطل بقى تحاول تعرفني علشان انا مش عايز اعرف لا والله يا سلام طبعا يا ابني ايه ده دي غزالة اللي دخل علينا دي يا جماعة ولا ايه ايه ده هي فين دي ورها لي كده ها 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 واضح جدا انك مساعدة تعرفي حاجة سخيفه سامج ايه ده دي غزالة بجد يا جدعين وامها كمان يمصبتك يا هكت وبس كده يا مولاي بتكون خلصت حكايتنا للنهار ده ثاني يا صهر زد قطعت الحكاية انا قلت ايه يا مولاي بس انا تعبانة قوي قوي وفعلا مش هقدر اكمل يا من عايز انام سبني البقرة الله يخليك خلص يا صهر زد امي روح